ترأس الفريق السمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية الذي انعقد في مبنى الوزارة وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج مرصد الخدمات الحكومية وبحث عدد من الموضوعات والمبادرات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي وتعزيز الاستعداد والجهزية إلى جانب الاطلاع على نتائج اهم المؤشرات والمستهدفات الرئيسة في مسيرة العمل وكرم سموه في نهاية الاجتماع فريق عمل المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات انفاذ القانون التي حضيت مؤخرا بتأييد دوري بعد عرضها على لجهة الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية